اشتركوا في القناة موجود في برج السرطان رح يكون متواجد في منزلة النثرة وهي المحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الطرف وهي للمضرة والمشاكل طبعا القمر بما انه موجود في برج السرطان فبأثر على جميع الابراج انه منشعر بهاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا ممكن انه يذرف الدموع وهو بيقلب صورة ذكارية من البوم يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث اننا نشعر بحافز لالتهام الطعام الكثير علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجها بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة ماء او شجيرة والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا اول زاوية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة صباحا وهي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة بعد الظهر وهي بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة عصرا وهي بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدس فيها وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة لذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج السرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم اربعة اتناش بيبدأ في تمام الساعة عشر وثمانية وعشرين دقيقة ظهرا وبيستمر حتى تمام الساعة اتناش واثنين وخمسين دقيقة ظهرا لينتقل لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب ثمنتعشر يوم في تمام الساعة خمسة وسبع دقائق مساء بيصبح تسعة عشر يوم نسبة الاضاءة خمسة وثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش مزاجها سعيد بنسبة ستين في المية اما بالنسبة للقمر في السرطان حتى يوم اربعة اتناش مزاجه سعيد حتى ساعات الظهر بعدين بصير منتحس بنسبة عشر في المية وسبب الانتحاسة هي زاوية التربيع اللي راح تكون مع المريخ وزاوية التقابل اللي بلشت تتشكل ما بين القمر وما بين بلوتو وزحل والمشتري اما بالنسبة لعطارد في القوس حتى يوم عشرين اتناش مزاجه سعيد بنسبة ثلاثين في المية اما بالنسبة للزهرة فهي في العقرب حتى يوم خمسة عشر اتناش مزاجها سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وتتزايد ولكن سبب الانتحاسة او ضعف القوة بوجودها في العقرب اولا مكانها في العقرب وثانيا تقابلها مع اورانوس والقمر الاسود اما بالنسبة للمريخ في الحمل حتى يوم سبعة واحد مزاجه سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الجدي حتى يوم سبعتاش اتناش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربعتاش واحد منتحس بنسبة اتناش في المية نبتن في الحوت سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ابلوتو في الجدي سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة موسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر التصرف العدائي وما تخالف القوانين والإرشادات ممكن تعاني من بعض الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمال أو كلام جارح فحاول أنك تثبت عصابك برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والسفر القصير والاتصالات كونوا أكثر صبر على الطرقات فترة مناسبة لإجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون إثارة العداوات والتحفظات ما تترك مجالات للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة ما بتهدأ وطيرتك خلال هذا اليوم وعندك قدرة عالية جدا على الإقناع إن ضبط عصابك برج الجوزاء ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية خففوا من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرد أو ممكن تحصل على تسوية اللي أنت بتحلم فيها تفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء أهم يشنك تبرر مواقفك وتوضح أي شيء له علاقة بسوء تفاهم برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة بتحمل الفترة هاي تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومي وتعتبر من أجمل أيام الشهر إذا استغلتها بشكل جيد برج الأسد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فبسيطر التعب عليكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل خسائر أو فشل أو مرض خلال هاي الفترة فحاول قدر الإمكان أنك تنتبه لصحتك تحديدا بتفشل أعمالك من حصد النجاح وبتخيب أمالك لتأجيل أو لإلغاء بعض الأمور في اللحظات الأخيرة برج العذراء تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أحدهم بناسبك العمل مع مجموعة من الزملاء أو الأهل انت بحاجة للتحالفات بتفرح لتفاهم الآخرين لا إلك وبتحصل على تأييد وبتشارك في ورشات عمل وممكن تحصل على دعم من بعض الشخصيات أو يعني أشخاص مسؤولين كواسطة مثلا برج الميزان تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يهم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معاك أو بيتعاون معاك لا تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي يعني شوي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر صبر أثناء قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهم إش أنك ما تقف ساكن وتحرك للاستفادة من هذا الوضع برج القوس بتنهمكم في ضبط شؤنكم المالي المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولإعادة بعض الأمور لنصابها حاذر مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري خلال هذا اليوم برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وخصوصا ما بين الأزواج وطبعا بما أن القمر مقابلك تماما فهاي فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما بدك تكون حذر ممكن تضطر للإبطاء في مسار أو في مسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أنا بشوف أنه ما في بأس يعني أنك أنت تغير هذا الاتجاه ولا توجه انتقاد لا أحد برج الدلو بيتراكم العمل عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تتدخلوا في مواجهة مع الزملاء أو مع زميل حاذر من تراجع صحي غير أولويات أو الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يعني الفترة هاي بتقدم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور أيضا ممتازة جدا يعني فترة إيجابية من ناحية الحظ ومن ناحية العاطفة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء